بسم الله الرحمن الرحيم الغوافرانسيس سنأول أدادين استعنف معا لير une poésie de manière ekspressive قراءة شعر بطريقة معبرة فدفقر إن شاء الله سنستعنف معا الأسئلة وفي أول سؤال فدفقر إن شاء الله مت Heil لري قراءة، لا تمامًا شكراً لطنقم ل Подبقر إن شاء الله قراءة شعره أخو Toh cama للم قراءة شعر في لفتح قراءة شعر بشكل معبر إذن ما هو الشرط الضروري لنقرأ بصوت عالي شعرا بشكل معبر الشرط هو أن نفهم القاسيدة حتى يكون صوتنا موافق طبعا لمعاني القاسيدة طبعا ممكن أننا نرفع الصوت ثم نغير من صوتنا طبعا ثم نخفضه ثم نتوقف حسب المعاني التي تأتي بأبيت القاسيدة La condition indispensable La condition indispensable إذن ما هو الشرط الضروري لن تفهم جيدا القاسيدة La condition indispensable إذن ما هو الشرط الضروري لن تفهم جيدا القاسيدة J'observe et je comprends أنا ألاحظ وأنا أفهم كي يلعطور دس بوين كي يلعطور دس بوين ما هو الكاتب القاسيدة كי يلعطور دس بوين ما هو كاتب القاسيدة لعطور يعني الكاتب كي يلعطور دس بوين إذن ما هو كاتب القاسيدة طبعا كما نظ رأفه الأخي ال�ترا L'اuteur دس بوين وإذن كاتب عد القاسيدة وإذن كاله countersก al كله Callen الations يفهم جيدا لغاكي المقصود به هو مجموعة أعمال مجموعة صور مجموعة كتب كمال ونتكلم عن ألبوم يجمع نوعا معينة من العمل كمال ونتكلم عن ديوان كالالو تيتخ ديوكوي دون لوكال الفيجور إذن كمال ونقول ما هو عنوان الديوان دون لوكال الفيجور الذي فيه تظهر المقصود الذي تظهر فيه القاسدة إذن نتكلم عن إذن دون لوكال الفيجور الذي فيه هو يظهر ما هو عنوان الديوان أو ما هو عنوان مجموعة الأعمال دون لوكال الفيجور الذي فيه يظهر طبعا كما نعرف أن الأعمال الأدابية يمكن أن تصنافه في مجموعات مثلا في الشعر ممكن نتكلم عن ممكن نتكلم عن شعر الغازل ممكن نتكلم عن شعر الهجاء هذه الأعمال ممكن تصنافه تحت عنوين إذن ما هو عنوان كما نقول الديوان الذي فيه يظهر إذن ما هو عنوان الديوان كما نقول الذي يقدم فيه هذا العمل إذن لأي سنة ويؤرخ المقصود في أي سنة ظهر هذا العمل وكما نقول الديوان سنة ولمقصود المقصود سنة سنة لأي سنة إذن زاملية لأي سنة مجلسًا هناك أتناء يصudر لماذا فالأمور يعني أن تنضر بعمقين أو بتريوتين فالأمور أو في الأشياء التي أمامك إذن هذه القصيدة تدخل في هذا البيب Le titre du recueil et les contemplations il date de 1856 إذن هيتو الرح لسنة الفتمنمية ثم كنتت دوتر أوراج دوتر أور كنتت سالواق كناتر إذن في العرفة كنتت هل أنت تعرف دوتر أوراج هل تعرف أعمال أخرى دوتر أور لهذا الكاتب هل تعرف أعمال أخرى لهذا الكاتب غير القصيدة التي رأينا الآن بانسور فيكتوريغو أكري بوكو دوتر أوراج الكاتب فيكتوريغو أكري يعني أنه كتب بوكو دوتر أوراج يعني أنه كتب الكاتير من الأعمال الأخرى دي غومان سالابر روايات مشهورة كون الميزغابل كما روايات الميزغابل كما نتكلم عن البؤساء أو الفقراء دي غومان سالابر دي غومان سالابر روايات مشهورة كون الميزغابل البؤساء أو الفقراء أو ثم هناك عمل آخر يسمى ثم لوبوسي دو نوتر دام نوتر دام دو طاري كما نقول أحدب كنساتنا طبعا كلمة لوبوسي لوبوسي المقصود به الأحدب الشخص المنحني الضار إذا نتكلم عن أحدب الضار يعني منحني الضار إذا الشخص المنحني الضار نسميه لوبوسي عدنا هنا لوبوسي دو نوتر دام دو باري المقصود نتكلم عن شخص بكنيسة تسمى نوتر دام كما نقول هنا سيداتنا أحدب سيداتنا شخص ما أحدب الضار بكنيسة تسمى نوتر دام عنوان الرواية بهذا الشكل ذيكتوريغو الكاتب و الشعر له طبعا أعمال أخرى و له روايات أخرى ثم في السؤال الرابع كم بياد أصدخاف كم بياد أصدخاف أصدخاف المقصود بها هات مجموعة الأبيات تسمى أصدخاف كل مجموعة تسمى أصدخاف كم بياد أصدخاف كم بياد أصدخاف إذن هناك كم من مجموعة أبيات تتضمن القاسيدة إذن كما نرى لابوان كمبورت كاتر ستوف لابوان كمبورت كاتر ستوف إذن القاسيدة تتضمن أربعة مجموعة ثم كالأبوك أي زمن أو أي فترة زمنية كالأبوك أي زمن لابوات الشاعر نتكلم عن لابوان يعني القاسيدة هنا لابوات يعني الشاعر كما نقول الشخص الذي يكتب القاسيدة يسمى لابوات إذن كالأبوك لابوات أبوك تيل إسي كما نقول هنا أي فترة زمنية الشاعر يذكر هنا إذن أي فترة زمنية يذكر الشاعر في قاسيداته هنا إذن كما رأينا في القاسيدة لابوات أبوك إذن هو يتذكر هذه الفترة عندما كانت له ثلاثومة سنة إذن هو يتذكر هذه الفترة عندما كانت له ثلاثومة سنة إذن هو يتذكر هذه الفترة عندما كانت له ثلاثومة سنة ما هي أحاسيسه؟ لا سنتيمو هي الأحاسيس عندها علاقة بفعل سنتير لهو أحس أو شمع إذن نتكلم عن الرب سنتير يعني شمع أو أحس بشيء إذن كال سنسي سنتيمو؟ ما هي أحاسيسه؟ كال سنسي سنتيمو؟ ما هي أحاسيسه؟ إذن هذا الشخص؟ طبعاً كما قلنا سافي لرانده heureux يعني أن ابنته كانت تجعله سيدن سافي لرانده heureux أكبر من دائمة كما رأينا من دائمة من دائمة من دائمة طبعاً كما يتذكر من الأحاسيسه بهذه الطريقة إذن تجعله ابنته أكبر من دائمة من دائمة من دائمة أنتظر لأنه لدائفك يالني precious خائس III إنسان مني قد انتظار حالث. لإعجاجincoln إيقية ي��오 عندي يامه بهكثور لانك صعب إلى ما قال tengشال إنسان منتظار الحالث أنوَ يؤدي في جسد denkش في ألف وработốt وبران dinosaur سوات 13 ans avant l'apparition du poème سوات 13 ans avant l'apparition du poème بي ما يعني تاله تاتعشara سنا قبل الدور أدل قصيد اللاتين تكلمو عنها والليتي تتحدث عنها سوات 13 ans avant l'apparition du poème بي ما يعني تاله تاتعشara آمن قبل الدور القصيد اللاتين نحن بسا دادية تون مفسو الأسابة كو ربراسطل الزواهر علم طبرا p caution Que représente le verre isolé par rapport au poème ? ما ديومت تل بيت المعزول بنسبة للقصيدة ? ما ديومت تل بيت المعزول بنسبة للقصيدة ? طبعاً كما رأينا بأن القصيدة تبتادئ ببيتين معزول عنها إذن ما ديومت تل بيت المعزول بنسبة للقصيدة ? إذن سوفره isolé est une sorte de titre qui annonce le sujet du poème سوفار إزولي est une sorte de titre سوفار إزولي est une sorte de titre إذن هذا البيت المزول هو نوع من العنوان إذن هو نوع من العنوان سوفار إزولي est une sorte de titre qui annonce le sujet du poème إذن هو عبارة عن تقدير من مختصر من خلاله سنعرف عن ماذا ستتحدث القاسيدة كما نزابتون تزنسابل عندما كنا نسكن جامعا يمثل زمان الجميل يمثل زمان الجميل أو زمان الفارح حيث كانت البنت الصغيرة لازالت تعيش مع والديها مالن بارفي ولكن كما نرى بأن الفعل مصرف فلن بارفي يعني أنه مصرف في نوعين من الماضي طبعا نتكلم عن نوع من الماضي في اللغة الفرنسية يسمى مالن بارفي مالن بارفي سولين يعني أنه يسطر على كسبنور يتغمني إذن هو يذكر بأن هذا الفرح يتغمني يعني أنه انتهى يعني أنه انتهى لبويت رجعت ستبريد أرز لبويت رجعت الشاعر يتأسف لبويت رجعت الشاعر يتأسف ستبريد أرز كما نقول بأنه يتأسف على هذه الفترة الجميلة أو هذه الفترة الفارحة كما عندنا هنا طبعا لبويت رجعت ولم أعد أسكن الآن عندما أقول مثلا تيابيتي أنت كنت تسكن أو أنت كنت تسكنين تيابيتي إل أبيتي نوزابيتيون نحن كنا نسكن المقصود أننا كنا نسكن وانتهى الأمر كنا نزابيتيون توس أنسابل عندما كنا نسكن كلنا جميعا ما لن بارفي ولكن استعمال لن بارفي هنا في الأبيتي لن بارفي ليقول لنا بطريقة غير مباشرة بأن هذا الفرح انتهى ملن بارفي سولين كسو بونور اتغمني إذن هذا المقصود أنه يشير إلى هذا الفرح بأنه انتهى وبالتالي لبويت رجعت ست باريود أغاز وبالتالي الشاعر فهو يأسف على هذه الفترة الجميلة عندنا هنا جولي للمقصود أنه يشير إلى المقصود للمقصود أنه يشير إلى المقصود للمقصود أنه يشير إلى المقصود بسيبل نساين للمقصود أنه يشير إلى المقصود يعني أنك تحس بشيء للمقصود أنه يشير إلى المقصود للمقصود أنه يشير إلى المقصود أنه يشير إلى المقصود سنتبل أنه يشير إلى المقصود أنه يشير إلى المقصود dont others которые celebrations يعني أننا نمتق بشكل جيد الكلمات أننا نضع في القيمة المقصود الكلمات المهمة نركز عليها أو أننا نشير لها بشكل ما أو نظهرها بشكل ما ثم نضع في القيمة التي هي مهمة المقصود أننا نضع في القيمة الكلمات المهمة المقصود أننا نظهرها ونركز عليها بشكل ما عند قراءتنا للقسيدة المقصود أننا نوضح أننا نركز أننا نشير بتغير في الصوت وأحيانا إن كنا أمام الملأ ممكن أننا نحرك اليد توازي مع ما نقوله للتعبير عن أمر ما خاصة إذا كان مهما ونريد الإشارة له بشكل ما أمي يعني أننا نضع في القيمة المقصود أننا نضع في الواجهة طبعا هذه الترجمة الحرفية ولكن المقصود هنا أننا نضع في الواجهة الكلمات المهمة المقصود أننا نضع في الواجهة التي هي مهمة المقصود الكلمات المهمة أننا نختار اللحن طبعا كما نعرف عند طرح السؤال نغير طريقة الكلام إذا هذا يسمى لطن طبعا عند التعجب نغير طريقة الكلام للتعبير عن هذا التعجب إذا هذا يسمى لطن على طول القصيدة سنغير صوتنا حسابا كل بيت وما يقتضي من معنى أنشوازي يعني أننا نختار أنشوازي لطن يعني أننا نختار اللحن التي يناسب كل بيت أنشوازي لطن التي يناسب كل بيت يعني أننا نختار الصوت أو اللحن التي يناسب كل بيت من القصيدة مثل كاملتال لابوى بإكسبرمي يعني أن الصوت ممكن أنه يعبر عن يعبر عن الأسف مثلا نقرأ عبارة يعني بشكلين فيه أسف يعني وكأننا نحن لهذا الزمان الذي كنا فيه جماعة بما في ذلك الإبنة مثلا لابوى تخمبلي كأنك تركز على هذه الكلمة كأنك تركز على كلمة من الكلمات التي كما نقول تحدث عن جوين أو عن حالة من الحالات أو ضرفين من الظروف كما يعيشه الشعر إذن نقول لابوى تخمبلي مثلا أنك تطلب وتترجع يعني أنك تدعو أو أنك تصلي مثلا في عبارة طبعا ستقولها بطريقة تعبر عن إحساس الشعر عندما كان يردد إحساس الشعر يعني أنك تركز على الكلمة من الظروف تترجعون من الظروف وفي ذلك أرددد من الظروف أترجعون من الظروف وفي ذلك لابوى تترجعون من الظروف تجامع أحاسيس دي بويت أحاسيس الشاعر بلس لالكتور اغيسي كلما كانت القراءة تلامس أحاسيس الشاعر وتتمتل بها الأحاسيس بلس لالكتور أكثر القراءة كلما كانت القراءة نجحة إذن بصفة عامة كلما كانت القراءة تلامس مشاعر الشاعر كلما كانت القراءة نجحة أبعا فيما يخص الأخير كُرَسَنتُ أَلَيْكُوتُ وَأَلَيْكُتُرْ دَسَوْبُوَامُ كُرَسَنتُ مَا دَ تُحِسُ أَنْتَ عَدْنَا لَوَرْبِ رَسَنتِير إذن نتكلم عن رَسَنتِير سَنتِير يعني أنك تحس بشيء أو تشمو أبعا هنا عدنا الفئل بمعنى أحس أبعا عندنا لَوَرْبِ كُرَسَنتِير مَسْبُوق برَ المقصود أنك تحس مجددا عدنا هنا كُرَسَنتِي كما نقول بما دَ تُحِسُ مجددا لكن تجاوزا نقول بما دَ تُحِسُ أو بما دَ تُحِسِين كُرَسَنتِي أَلَيْكُوتُ إذن بما دَ تُحِسُ عِنْدَ اسْتِمَةُ كُرَسَنتِي أَلَيْكُوتُ وَأَلَيْكُتُّرُ دَ سَوْبُوَامُ إذن بما دَ تُحِسُ عِنْدَ اسْتِمَاعِ أو قراءة هذه القاسيدة طبعا في الجواب نقول جَوْمِ دَ تِنْتِفِي جَوْمِ دَ تِنْتِفِي جَوْمِ دَ تِنْتِفِي يعني أنا أتمثل أو بوات يعني بي الشاعر أَلَيْكُوتُ ثم أُحِسُ لَمَمْ سَنتِمُون نفس الأحاسيس كلوي كما هو المقصود عندما أتمثل بالشاعر فأنا سأحس بنفسي المشاعر طبعا لأن القاسيدة ومنذ القدم تعتبر وسيلة من الوسائل التي يمكن أن تحمل رسائل قوية وبالوغة التأثير على النفوس نلتقى في الحلقة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة